لطالما أعلنت عمان مراراً أن الأزمة السورية شأن داخلي لا علاقة للأردن بها إلا أن المعلومات تظهروا تورطاً أردنياً في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية كشفت عن تصعيد الأردن دعمه للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا والسماح بتهريب شحنات من الأسلحة تم تمويلها من قبل السعودية وقطر عبر الحدود بين الأردن وسوريا ذلك حسب مسؤولاً عربياً مطلع وأقرار إرهابيين في هذه المجموعات الإرهابيون تحدثوا إلى الصحيفة بأن العديد من شحنات الأسلحة تضم بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر تم نقلها إلى الحدود الأردنية مع سوريا في شاحنات عسكرية أردنية ومن ثم نقلت إلى داخل الأراضي السورية من قبل مجموعات إرهابية بدعم سري من مسؤولي الحدود الأردنيين المسلحون المنتشرون على الحدود السورية الأردنية قالوا أن السعودية وقطر تدفعان ثمن هذه الأسلحة وتكاليف نقلها إلى الأردن الصحيفة أشارت إلى أن توريد السلاح عبر الأردن للمجموعات الإرهابية في سوريا يتم بمباركة الحلفاء الغربيين الذين يتجاهلون وجود إرهابيين إسلاميين في صفوف هذه المجموعات بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها وولستريت جورنال قالت أن الأردن لعب دورا متزايدا في دعم المسلحين الإرهابيين وفي العمليات الاستخباراتية ضد سوريا كما نقلت عن مسؤولين قولهم أن الأردن عزز علاقاته مع قادة المسلحين الإرهابيين في المدن الحدودية الجنوبية السورية ما سهل عملية تحويل الأموال والأسلحة إلى المجموعات الإرهابية كما قالت الصحيفة أن مسؤولين في المخابرات الأردنية يصدفون بشكل روتيني اجتماعات مع قادة مسلحين ما يسمى الجيش الحر ما يساعد على تسهيل حركتهم ذهابا وإيابا في سوريا مضيفين أن الأردن يسمح أيضا لمسؤولي المخابرات الأمريكية باستجواب وأجراء اتصالات مع مسؤولين عسكريين فروا من سوريا إلى الأردن ونقلت وولستريت جورنال عن أشخاص مشاركين في صفقات الأسلحة قولهم إن المجموعات التي تتلقى الأسلحة من الحدود الأردنية مرتبطة الآن بما يسمى المجالس العسكرية التي راعتها واشنطن وغيرها على الخط نفسه كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تسلل أمريكي يدعى ماثيو فاندايكي كان يقاتل في صفوف الميليشيات المسلحة في ليبيا إلى مدينة حلب شمال سوريا وانضمامه إلى المجموعات الإرهابية المسلحة فاندايكي قال بأنه طلب منه المحاربة باسم ما يسمى الجيش الحر معترفا أنه قدم المساعدة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا بشأن الأسلحة بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات ورشاشات الدوشكا الآلية التي كان يستخدمها في ليبيا سوريا والتي ما زالت تقاتل منذ عامين إرهابا قادما من وراء الحدود تصر بشعبها وجيشها وقيادتها على انتزاع شأفة الإرهاب والعودة بسوريا إلى سابق عهدها بلدا آمنا ولكل السوريين